منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف تمهيد قبل أن نبدأ ببيان وتحليل التوصية الثامنة والتي جاء فيها التأكيد على تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة نقف مع التوصية الأولى لأهميتها في تصحيح الصورة المشوهة للإسلام فقد أعلن المؤتمر في توصيته الأولى أن الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد ويسوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز وأن عماده العدل والرحمة وصيانة القيم والدفاع عنها وقبول التنوع واعتباره سر الكون كما يحرم الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال إلا ردا لعدوان ظاهر على الدولة ووفق ما يقرره رئيسها والجهات المختصة بذلك فيها إذ إن إعلان الحرب دفاعا عن الأوطان إنما هو حق للدولة وفق ما يقررها دستورها ورئيسها وليس حقا للأفراد وبيان ذلك بما يلي لقد جاء الإسلام ليكون رحمة للعالمين وليسقط الأغلال والعنة والمشقة عن البشرية كلها وفي تشريعاته الحكيمة وتعاليمه الكريمة مظاهر عظيمة للرحمة والسماحة مع غير المسلمين فنصوص القرآن الكريم تقرر أن من سنة الله في خلقه أن تنوعت أجناسهم وألسنتهم وألوانهم كما تنوعت دياناتهم وأن الخلاف باق بقاء الإنسان على هذه الأرض قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأ أن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولا يتصور مع وجود ذلك الاختلاف أن ينعزل المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات ولذلك فقد جاء الإسلام لينظم علاقة المسلم مع غيره من بني جنسه من المسلمين وغير المسلمين وكانت أحكام الإسلام في معاملة غير المسلمين بمختلف أصنافهم ودياناتهم من أهل الكتاب وغيرهم دليلا واضحا وبرهانا ساطعا على احترام الإسلام للآخر والمختلف ومن تلك الأحكام أنه كفل حرية تدين لكل فرد فلا إكراه في الدخول في الإسلام إنما هي القناعة التامة بهدايته فلكل ذي دين دينه لا يجبر على تركه ليتحول منه إلى غيره وقد أبان القرآن في آياته عن ذلك المعنى بقوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إكراه الناس للدخول في هذا الدين بقوله سبحانه في سورة يونس المكية ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولقد أوجبت تشريعات الإسلام على المسلمين سلوك العدل في التعامل مع غيرهم ولم تجعل الاختلاف في الدين سببا في الظلم أو التعدي بل جعلت العدل مع المخالف دليلا على التقوى التي رتب عليها أعظم الجزاء كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فالأمر بالعدل بين الناس جميعا دون النظر إلى ذواتهم أو أجناسهم أو دينهم أو حسبهم والدليل على ذلك أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالعدل إن جاءه أهل الكتاب يحكمونه بينهم فقال وإن حكمت فحكم بينهم بالقصط إن الله يحب المقصطين بل لقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعيد على من ظلم معاهدا وأخبر أنه سيخاصمه يوم القيامة ولا شك أن من يخاصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خاب وخسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه أي أنا الذي أخاصمه وأحاجه يوم القيامة رواه أبو داود وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بالبر والصلة والإحسان والعدل والقصط والوفاء بالعهد والنصوص في ذلك مطلقة تستوعب كل أحد قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال وقولوا للناس حسنا وفي ظل هذا المفهوم العام للإحسان أمر الإسلام بالإحسان إلى غير المسلمين الذين لم يعرف عنهم أذية للمسلمين ولا قتالهم قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين كما أباح الإسلام التعامل مع غير المسلمين في البيع والشراء والأخذ والعطاء وأباح طعام أهل الكتاب وأمر بحسن معاملتهم وضمن لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي أمنهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم فلا يتعرض لها بسوء لا من المسلمين ولا من غيرهم وشدد الوعيد وأغلظ في العقوبة لمن استباح حرمة دمائهم أو تعرض لهم بالأذى قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً رواه البخاري ومن ثم لم يعرف التاريخ أمة من الأمم عاملت المخالفين لها في دينها كما عاملت أبناءها والمنتسبين لها في شأن قوانين العدالة ونوال حظوظ الحياة بالقاعدة المعروفة لهم ما لنا وعليهم ما علينا مع بقائهم على دينهم وعاداتهم مثل أمة الإسلام وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عظمة الإسلام التي تتجلى في سماحته مما تذهب معها كل الدعاوى الباطلة التي يحاول أن يلصقها به أعداؤه معتبرين أن الإسلام دين إرهاب وعنف وتعصب على عكس ما يتميز به من سماحة ورحمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسي